نقم الكراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومي وعلم شيخي وتلامذتي وقرائي مصنفاتي وشرحيها في الدارين آمين المجلس الثامن والتسعين بعد الثلاثمائة وما زلنا في النوع السادس والاربعين في أساليب القرآن وفي نوني البليغة في أسلوب التقديم والتأخير وأولها السبق وله أسباب نتكلم عن السبب الثالث عشر الاهتمام عند المخاطب يعني يبتدي لك بالحاجة اللي هي مهمة عند المخاطب ده من أسباب السبق يعني فيسبق بالمهم وبالي يجيب الأقل أهمية بعده كقولي فحيوا بأحسن منها أو ردوها لا شك أنك أنت التحية بأحسن منها أفضل فقدمها على رد التحية بمثله فحيوا بأحسن منها أو ردوها ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف فبدأ من عرفت علشان إيه أنت إيه الغالب أنك بتسلم عليه تعرفه وبعده نزود عليه ومن لم تعرف كمان من عرفته ومن لم تعرفه وقوله ولي ذي القربة واليتامى والمساكين في الصدقات بدأ بذي القربة للاهتمام بهم لأنها صدقة وصلة واليتامى والمساكين لأن اليتامى أعم من يعني اليتامى أخص لشدة الضعف والمساكين الفقر وقد يكون قويا لكن اليتيم يعني مكتمع عليه الضعف وإيه والفقر لكن المسكين الفقر بس قد يكون قوي البدن لكنه فقير وكقولي ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة المؤمنة فبدأ بالتحرير الرقبة قبل إيه قبل الدية ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة المؤمنة وقول ودية مسلمة إلى أهله فقدم الكفار على الدية ومع الكافر قدم الدية على الكفار لأن الكافر هم دنيا عايز الدية بتاعته خلاص لكن الكفار دي عبادة بينك وبين ربك فأخرها مع الكافر لاهتمام الكافر إيه بالدية وأخر وآخر الدية في حال قتل المؤمن لاهتمام المسلم بتبرئة زمته نحو الله ودية مسلمة إلى أهله فقدم الكفار على الدية وعكس في قتل المعاهد المعاهد اللي هو غير المسلم اللي بينه وبينه عهد حيث قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وبعدين إيه وتحرير رقبة المؤمن فأيه قدمت دية وأخرت تحريفات وقال الماوردي في الحاوي الحاوي الكبير للإمام الماوردي ده كتاب كبير من أكبر كتب الفقه عند الشفعية رضي الله عنه وأرضاه عشر مجلدات وقيل أنه ثلاثين مجلد ولم يؤلف في المذهب مثله حتى مجموعة الشرح المؤذب أقل منه كمان يعني هو أكثر توسعة إيه اسمه الحاوي الكبير للقاضي أبي الحسن علي بن محمد الموارد البصري الشفع المتوفى سنة خمسين واربعمائة من الهجرة النبوية الشريف في السنة اللي مت اللي تولد فيه أمين الإمام الغزالي يعني الموارد مات الغزالي تولد علشان إيه ربك يموت إمام يجيب لنا أمام علشان لكمان رعاياتي بالأم يا ربي يا كريم وقال الموارد دي في الحاوي ووجهه أن المسلم يرى تقديم حق الله على نفسه علشان كده قدم الكفارة في حق المسلم قبل الدي لتقديم حق الله على نفسه والكافر يرى تقديم نفسه على حق الله فادينا له إيه الدية الأول خد الشين اللي انت به عباد الدولار يا عم ويترست إن دولار هم يقولوا كده يعني الثقة في الدولار مش الثقة في الله هم يقولوا كده فعباد دولار يا عم بتو عدني تقتل واحد بقى يا كافر خد الدولار بس مع الساميل اجري وبينك وبين ربك بقى تعمل الدية انت عشان تبرز إنما تقتل مسلم خطأا واخد بقى لك في حين إن قتل المسلم خطأ أصلا الخطأ مرفوع الاسم فيه فالمفروض ما بقاش فيه حتى إيه حاجة ما عليكش حاجة لكن ربنا ليعزم النفس عنده قال لا ده علي دية وعليه كفارة كم مع إنه قطأ وخطأ والخطأ رفع عن الأمة بس لعزم النفس دي وقال ابن أبي هريرة ده شرح مختصر موزني مات سنة 345 ابن أبي ايه واح تفتكر ابن أبي هريرة الصحابي لا يا ابني إذا كان الصحابي ماته وماتفون بقاله أكتر من 200 سنة أو 250 سنة كمان فده إيه اسمه ابن أبي هريرة هو من علماء الشفعية الكبار مات سنة 345 هجري وقال ابن أبي هريرة إنما خالف بينهما ولم يجعلهما على نسق واحد لألا يلحق بإماما بينهما من قتل المؤمن في دار الحرب في قولي فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة فقط ليه لإن إحنا بيننا وبينه فأرض فيه بيننا وبينه محاربة وهو قاعد فيه فأرض بيحربونا وهو كفار بس هو مؤمن فقتلناه نعمل إيه نحرر رقبة بس عشان مؤمن كفارة بس لكن هم ما ماستقلوش دية أن يجيهم دية تقوى بيا علينا بيحربونا لكن ندي الدية للمعاهدين اللي ما بيحربوناش في قيمة الدية فضم إليه الدية إلحاقا بأحد الطرفين فأزال هذا الاحتمال باختلاف اللفظاية وقال الفقيه نجم الدين ابن الرفع إمام من أيمة الشفعية برضو النهاردة إيه جاي كل استدلالاته أصله إزار كاشي شفعي بقى ده كان منهاجي وقال لك منهاجي الطالبين كان حفظه زي ما أنت حفظ الفتح ده رجل تسموه المنهاجي عشان كده وقال لك الزركاشي المنهاجي يعني من كنت المكان إيه فقيف في المذب الشفعي زي ما أنت تقرأ الفتحة كده ما تغلطش هو يمسك المنهاج من أول آخره يسمعه لك ما يغلطش تقيمت؟ أئمة يا عم كبار وقال الفقين أجم الدين بن الرفع يحتمل أن يقال إنه لما كان الكفر يهدر الدماء وهو موجود كان الغاية ببزل الدم عند العصمة لأجل المثاق أتم لأنه يغمض حكمه فلذلك قدمت الدية فيه وأخرت الكفارة لأن حكمها قد سبق ولما كانت عصمة المسلم ثابتة وقياس الأصول أنه لا تجب الكفارة في قتل الخطأ لأنه لا إسم فيه خصوصا على المسلمين لرفع القلم عن الخطأ كانت العناية بذكر الكفارة فيه أتم لأنها التي تغمض فقدمت ومن هذا النوع قوله تعالى فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس قيل لماذا بدأ بالمغرب قبل المشرق وكان مسكن دي القرنين من ناحية المشرق قيل لقصد الاهتمام إما لتمرد أهلي وكسر التغيانين في ذلك الوقت أو غير ذلك مما لم ينتهي إلينا علمه ومن هذا أن نتأخر المقصود بالمتح والذن أولى من تقدمه كقول نعم الرجل زايد ما تقولش إيه زايد نعم الرجل الأبلغ تقول نعم الرجل زايد أحسن من قولك زايد نعم الرجل لأنهم يقدمون الأهم وهم في هذا بذكر المتح والذن أهم لكن جاب لك أي نعم العبد إنه أواب فأما تقدمه في قول تعالى نعم العبد إنه أواب فإن الممدوح هنا بنعم العبد وسليمان عليه السلام وقد تقدم ذكره وكذلك أيوب هي نعم العبد إنه أواب في أيوب مش كده بره فإن الممدوح هنا بنعم العبد هو سليمان عليه السلام وقد تقدم ذكره وكذلك أيوب في الآية الأخرى والمخصوص بالمتح في الآيتين ضمير سليمان وأيوب معا وتقديره نعم العبد هو إنه أواب لما نيجي نقرأ في السياق بتاع الآيات نعم العبد جاء على أيوب بس مش كده ليه هو خلاه على سليمان وأيوب معا هو أبنى لداود سليمان نعم العبد إنه أواب آه برضو هو برضو ألف سيدنا سليمان نعم العبد إنه أواب في الأول مش كده برضو وبعدين إيه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مستني الشيطان بنصب وعداب ما قالش في أيوب نعم العبد مش كده برضو قال إيه إن وجناه صابرة نعم العبد نواب قالها في الآخر برضو يبقى ذكر سيدنا سليمان بالأوبة ومدحه وذكر سيدنا أيوب أيضا في الآخر ومدحه يعني في سيدنا سليمان بدأ بمتحه وسيدنا أيوب ختم بمتحه وكذلك أيوب في الآية أخرى والمخصوص بالمتح في الآيتين ضمير سليمان وأيوب إنه وتقدير نعم العبد هو إنه أواب الرابع عشر للتنبيع على أنه مطلق لا مقيد كقول تعالى وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ وبعدين جاب لك الجن ده مثال لبعض الشركاء لكن الشركاء دي عامة أشركوا بالله حاجات كتيرة أوي الجن منهم وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الجن والجن منهم يعني من ضمن الشركاء اللي عبدت من دون الله على القول بأن الله في موضع المفعول الثاني اللي يجعل وشركاء مفعول أول ويكون الجن في كلام ثاني مقدر كأنه قيل فمن جعلوا شركاء يعني كأنه يقول إيه وَجَعَلُوا شُرَكَاءَ لِلَّهِ فواحد قال زي مين قال لك الجن كأنها مقدرة بهذه السورة قيل الجن وهذا يقتدي وقوع الإنكار على جعلهم لله شركاء على الإطلاق فيدخل مشركة غير الجن ولو أخرى فقيل وجعلوا الجن شركاء لله كان الجن مفعولا أولا وشركاء ثانيا فتكون الشركة مقيدة على الجن غير مطلقة لأنه جرع على الجن فيكون الإنكار توجه لجعل المشركة للجن خاصة وليس كذلك وفي زيادة زيادة سبقت الخامس عشر للتنبيع على أن السبب مرتب كقول تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ليه بقى عشان الجباه علشان حييجي الفقير من جهة الأمام للغني فحيواجهه بجبهته يوم يعرض عنه فتكوى الجبهة اللي هي أعراضة عن الفقير وبعدين ايه أما يعرض عنه كده يبان جنبه ويطكوى جباههم ويعنين يدي له دهر ويمشي وظهوره فدي الترتيب اللي بيحصل مع الغني البخيل لما يواجه فقير يقطب جبهته يكشر يعني وبعدين يروح يدي له جنبه وبعدين ايه يدي له دهر وماشي فبدأ ايه فتكوى بايه بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزهم يبقى قدم الجباه ثم الجنوب لأن مانع استرق في الدنيا كان يصرف وجوه أولا عن السائل ثم ينوء بجانبه ثم يتولى بظهره بالترتيب كده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم نكمل غدا ان شاء الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله إن الله وملائكة يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللهم صلي أفضل صلات على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّهِرُونَ وَرَعْنِكِ الْغَافِدُونَ